اشتركوا في القناة وإيصال الأمانة وشرحنا أن الشيك جريمة نصب عندما يكون بدون رصيد أو عدم كفاية هذا الرصيد وإيصال الأمانة يعتبر جريمة خيانة أمانة إذا اختلس المتهم المال اللي هو استلم على سبيل الأمانة وتبقى للصيغة الموجودة في إيصال الأمانة قلنا أن الشيك وإيصال الأمانة كلاهما جنحة والعقوبة قد تصل حد أقصى ثلاث سنوات حبس في كل من الشيك وإيصال الأمانة النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وبيهم قطاع كبير جدا من الناس وشريحة كبيرة جدا من المواطنين ألا وهو قوانين إيجار الأماكن قوانين إيجار الأماكن نعلم إنها أكثر من قانون ودايما الناس بتتساءل فيها كتير جدا عن القوانين بتاعت الإيجار بتقول إيه فيما تعلق بالمالك اللي هو المؤجر اللي بيأجر أو المستأجر اللي هو شاغل العين المستأجرة القوانين كتير وحاليا في الوقت الحالي هناك قانون آخر على وشك الصدور المعروض على البرلمان لتعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن المطبقة حتى وقتنا الحالي هذه القوانين أو هذا القانون المعروض على البرلمان بقالوا بتاع سنتين أو ثلاثة بيتكلموا في تعديلات فيه ولكن أهم هذه التعديلات بنتكلم فيه الأماكن السكانية اللي هي الإيجار فيها بمبلغ بسيط جدا طب معنا اتصال تفضل أهلا وسهلا أيوة فان سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيبت المستصر من حق الإيجار القديمة يغلى حاضر هرد على حضرتك حاضر في استفسار تاني حاجة سهر لا سلامتك ياه حاضر علي احنا لسه بنتكلم دلوقتي وابنقول إن القانون الحالي اللي معروض على البرلمان هيعدل ده بشكل قاطع وأكيد في الإيجارات الأديمة يعني هناك شؤاء أو عين مستأجرة الإيجار فيها بخص أو قليل تمانية جنيه إيجار الشقة عشر جنيه خمستاشر جنيه تلاتة جنيه أربعة جنيه كل هذه الإيجارات الأديمة أكيد في القانون الجديد هتتعدل وهيشرح القانون هتتعدل إزاي وبقدر يعد إيه عند صدور هذا القانون إن احنا لازم نعرف إن طول القانون لم يصدر طول أنه لم يصدر وبالتالي لا يطبق هذا القانون القانون لا يطبق إلا من تاريخ نشره بجريدة رسمية فطالما هناك قانون في البرلمان ولم يصدر هذا القانون حتى الآن فيعتبر هذا القانون مجرد كلام وتداول ومناقشات وحوار مجتمعي وعرض على البرلمان عند صدوره ونشره في جريدة رسمية حيبتدي العمل به من تاريخ نشره فزي ما بتتكلم الحجة سهيرو بتسأل أيوة الإجارات الأديمة حيتم تعديلها بالزيادة أكيد بما يتناسب مع ظروف المعيشية الحالية وقيمة الإجارات في الوقت الحالي فيما تعلق بالإجارات الأديمة وتعديلات أخرى يشملها القانون الجديد عند ظهوره هنبقى نشرحها ونخصص لها حلقات تانية نشرح فيها هذا القانون لما يصدر الأول يحيز التنفيذ لكن حتى هذه اللحظة هذا القانون لم يصدر وبالتالي طالما لم يصدر هذا القانون يبا احنا بنتكلم في قوانين إجارات الأماكن اللي مطبقة حتى تاريخنا القانون 49 لسنة 77 والقانون 136 لسنة 81 الخاص بالأماكن السكانية وإجار الأماكن والقانون 4 لسنة 96 الخاص بالأماكن السكانية والقانون 6 لسنة 97 الخاصة بالأماكن غير السكنية طيب نقاط هامة جدا لو كلمنا عن قوانين إيجار الأماكن بتهم إن الناس تعرفها قولي هذه النقاط اللي احنا ممكن نتكلم فيها من لهم حق امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصل قانون إيجار الأماكن حدد ناس بعينها بيمتدلها عقد الإيجار في حالة من اتنين يأما وفاة المستأجر الأصلي اللي هو المستأجر اللي ماضي عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر هو ده بنسميه المستأجر الأصلي يأما ترك هذا المستأجر للعين يعني أنا مأجر شقة فأنا مستأجر أصلي جيت النهاردة توفيت فأنا كده يعتبر توفى المستأجر الأصلي أو طركت العين اللي أنا مأجرها لشخص آخر فعقد الإيجار في الأماكن السكانية يمتد بقوة القانون في حالتين في حالة وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين أي من الحالتين بيمتد عقد الإيجار وأنا بأكد وبقرر كلمة يمتد لأنه نسمع بعض الناس تقولك هو فيه شقة إيجار ولو مات اللي مأجرها حيورسها فلان لا عقد الإيجار لا يورس لأن له مالك اللي هو المؤجر المالك لهذه العين لهذه الشقة هو ده المالك وبالتالي اللفظ القانوني اللي احنا نقوله أن عقد الإيجار يمتد بعد وفاة المستأجر الأصلي يمتد في حالة ترك المستأجر الأصلي للعين طب من لهم حق امتداد عقد الإيجار تبقى القانون محكمة الدسترية في حكم شهير جدا في 2002 حددت تحديدا مين لهم حق امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين وحصلت هؤلاء في الآتي قالت أن عقد الإيجار يمتد بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين لأولاده أو أزواجه يعني زوجه أو زوج أو والديه يبقى أولاده سواء أولاد أو بنات أزواجه سواء زوج أو زوجة والديه أبوه أو أمه ولكن بشرط اللي أنا قلت عليهم دول الشرط عشان يمتدلهم عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين أن هما يكونوا أقاموا مدة سنة على الأقل سابقة على تاريخ وفاة المستأجر الأصلي يعني المستأجر الأصلي اللي مأجر شقة أنا مأجر شقة وأعد معايا في هذه الشقة عشان نبسط المعلومة أعد معايا في هذه الشقة أولادي وزوجتي وأبوي أو أمي وجيت توفيت أو جيت تركت هذه الشقة هتركها لأولادي لإبني أو بنتي أو زوجتي أو حد أبوي أو أمي ولكن بشرط أن يكون فيه سنة سابقة هو مقيم معايا يعني أنا ما أجيبوش من بيته لو ليه مكان تاني وقول له تعالى خذ الشقة أنا سبتها لك لا يكون مقيم معايا وعدت سنة على الأقل على تاريخ سابقة على تاريخ الوفاة عشان يبقى له حق امتداد عقد الإيجار ليه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو بعد تركه للعين يبقى شرط السنة ده لازم توفره عشان أقوله أن عقد الإيجار ده يمتد يا إما للأبناء يا إما للزوج أو الزوجة يا إما لحد من الوالدين الأب أو الأم يبقى دول اللي حددهم القانون اللي بيمتد لهم عقد الإيجار معنا اتصال أرهو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الزوجة يا فندم أنا عندي إيجار قديم أي والدي متوفي ودول ورثة عن والدي امتداد بقى امتداد بقى امتداد مش هي إيجار الشقة؟ إيجار الشقة فيه يا فندم هي الشقة مش والدك اللي كان معجرها؟ والدي اللي كان معجرها خويس وتوفى وتوفى آه فانا دول ورثة منه وانت قاعدة فيها لا أنا مساعدة فيها فندم بهم من متأجرين متأجرين آه والدك مالك شقة وكان معجرها يعني معجرها طبعا وانا ورثتهم عنهم آه وانت وريسة والدك تمام تمام وانا وريسة والدك أي طبعا أنا رفت عشان الإيجار يعني حاجات بسيطة 30 جنيه وخده فانا رفت ورثتهم الشقة دي بقت من حق أنا وعايزة أعلّي الإيجار شوية اعتردوا فرحة آيتي لا أنا مش هعلّي الإيجار لأيها 50 سنة العقد إيه تتهى عقد 59 سنة 59 سنة أي تمام تتهى لأيها 50 سنة تانية آيتي لأنا مش هعلّي الإيجار فدلوقتي تتهى الإيجار في المحكمة أي طب وإنتي ما بتخدش الإيجار وهي بالتالي بتحطولك في المحكمة بحطه في المحكمة طبعا أنا معرفش طريق المحكمة دي فأنا معرفش أحدّي حاجة تمام طيب هارض دعلي والشقة سؤالي الثانية فاندم الشقة الثانية اللي هي برضو في نفس البيت برضو اللي هي السكنة مجوّزة بنها في الشقة كويس برضو وعليفش الإيجار خليته 80 جنيه مش هل رتزوّده عن كده أي طيب الشقة اللي هي الشقة اللي هي التانية دي اللي اللي جارتك دي مجوّزة ابنها في الشقة عاد الإيجار كان بإسم مين بإسم زوجها وجوزها توفى آه تمام وهي قاعدة تقول لنا قاعدة مع ابني في الشقة ودي شقتي وأنا مش هسيبها ودي شقتي ومجوّزة ابنها في الشقة تمام مع العلمة فاندي من نهي يعني معها شقة تعيكها والسكنة التانية معها بيت تدحها تمام مم مش عايدين يسيب الشقة الإيجار القديم ومش عايدين يعلّو الإيجار طيب هرد عليكي حار طبعا احنا لسه بنشرح دلوقتي وبنتكلم يعني يمكن الاخت اللي اتصلت دي بتتكلم عن نموذج لامتداد عقد الإيجار اللي احنا بنشرحه وبنتكلم فيه بالنسبة للشقة الاولى اللي بتقول ان هي بعد وفاة والدها المالك والدها هو المالك يعني المؤجر يعني هو اللي مؤجر الشقة دي او التانية مؤجر الشقة تاني الشقة الاولانية قاعدين فيها ومش عايزين يزودوا الإيجار والعقدة 59 سنة هم عاديين فاهمين ان القانون كده وبيقول ان عقد الإيجار ممتد بعد وفاة المستاجر الاصل المستاجر الاصل هنا توفه اللي في الشقة الاولى وامتد عقد الإيجار لزوجته وابنه المقيم معه مدة سنة سابقة على تاريخ وفاته واضح كده انه هو مقيمين معه من زمان فلما توفى الراجل الست زوجته دي متدلها عقد الإيجار وابنه تزوج في الشقة من حقه نتزوج في الشقة لانه هو من له الحق في امتراد عقد الإيجار ليه بعد وفاة والده المستاجر الاصلي ده فيما يتعلق بالشقة الاولانية الشقة التانية برضو هي بتقول الشقة التانية تقريبا نفس القصة ونفس الموضوع محجوزة الساكنة الشقة دي تأيجارها 80 جنيه وبرضو عقد الإيجار فيها يعتبر عقد ممتد بعد وفاة المستاجر الاصلي وكون ان هي كمالكة اللي هي الأخت الاتصلت دي مش عايزة تاخد الإيجار هم فاهمين بيعملوا انذارات عرض الأجرة تبقى القانون وبتودع في خزانة المحكمة فانا بنصح حضرتك ان القانون كده وهم اليوم الحق في الامتداد وانهم عادين بقوة القانون وهم من يمتدلهم عقد الإيجار وبالتالي انت منحقق الإيجار اللي موجود في المحكمة وان كنت بتسأل على المحكمة اسألي اي محامي او اي حد يقولك المحكمة اللي هي فيها سكنك او العقار اللي فيه العين المستأجرة دي هيقولك المحكمة الجزئية المختصة فين اللي هتروحي انت بالبطاقة بتاعتك وتعملي اجراءات اخد الفلوس بتاعتك كمالك لهذه الشئتين من مشاكل اللي بتقابلنا دايما في قانون ايجار الاماكن هي خفت شوية وقلت ولكن لازلت موجودة برضو القانون اربعة لسنة ستة وتسعين عند صدوره اربعة لسنة ستة وتسعين هو قانون ايجار الاماكن السكنية كان بيتكلم عن تحديد عقد الايجار بمدة بداية ونهاية معنا اتصال اهلا محمد اهلا احمد اهلا بيه فضل حبيب لو تمامت انا عمدي لابيته في ايجار اي صاحب اللي احنا مؤجر له توفى والدي رح مادد الايجار لزوجته بعد ما توفى لا المين المستاجر مين المستاجر مين المؤجر المؤجر توفى المستاجر يعني المستاجر يعني المستاجر اه تمام توفى واحنا مدنا لها الهجار وانت ايه واحنا مدنا الهجار لها تمام زوجته اه لزوجته تمام ويتوفى وزوجته توفى وتوفى وما كانش في حد يقعد معها تمام اه مفيش حد ولا اولاد ولا اي حد كان مقيم معها كان مقيم معها ومش حد كان مقيم معنا مفيش حد كان مقيم معها اي طيب فاحنا عرفها على رضية وكذا على بالإفتاعيات بس كلهم سكنين ومتجاوزين برا يعني لها أولاد بس مقيمين في مكان آخر أو برا البلاد آه في أماكن أخرى تمام تمام بعد حالة الوفاة بتاعت والدتهم هم هم آه تمام تمام هرد عليك حاضر ماشي حاضر تمام طبعا أنت واضح كده برضو لو طبقنا الكلام اللي قاله الأستاذ أحمد على الكلام اللي أنا بقوله فيما يتعلق بمن لهم حق الامتداد في حق الامتداد بتاع عقد الإيجار في هذه الشقة برضو كان للزوجة اللي امتدلها عقد الإيجار بعد وفاة زوجها المستاجر الأصلي وهي كمان توفت وكانت مقيمة لوحدها كون أن أولادها رجعوا من بره بسرعة جاري ورحوا قاعدين في الشقة عشان يمتدلهم عقد الإيجار هنا أنا بقولك يا أستاذ أحمد أنك من حقك ترفع دعوة طرد أو دعوة إخلى أن ما فيش حد بعد وفاة المستاجر الأصلي له الحق في الامتداد لأنني لسه بتكلم أن شرط الامتداد أن يكون الأولاد أو أحد الزوجين أو الوالدين مقيم مع المستاجر الأصلي مدة سنة على الأقل سبق على تاريخ وفاته يعني هذه السيدة اللي هي الزوجة اللي توفت أولادها اللي جم جاري يقعدوا في الشقة دون هل كانوا مقيمين معاها قبل ما تتوفى مدة سنة على الأقل ولا انقطعت علاقتهم بالعين وسفروا وراحوا أماكن تانية وليهم شواء تانية ومجرد وفاة والدتهم جم يعودوا في الشقة عشان يمتدنوا مع عقد الإيجار طبعا الدعوة دي هتتداول في المحكمة وبكل طرق الإثبات هتقدر أنت كمالك أو كمؤجر تثبت أن ما فيش حد يمتدله عقد الإيجار أو ما فيش حد من له الحق في امتداد عقد الإيجار كان مقيم في الشقة بتثبت الكلام ده كله بشهادة الشهود والجران والتحريات وكل أدلة الإثبات الممكنة عشان تقدر تثبت أن بعد وفاة هذه السيدة ما كانش في الشقة أي حد يمتدله عقد الإيجار تبقى القانون وبالتالي هتحكم لك المحكمة بتسليم الشقة نرجع للمشكلة اللي احنا بنقول ربما كنا بنلاقيها كتير جدا وإنقلت ولكن موجودة فاحنا برضو لازم ننصح الناس ونفاهمهم عشان محدش يقع في هذه المشكلة كلمة مشاهرة كلمة مشاهرة في عقود الإيجار الأديم بعد صدور القانون 4 لسنة 96 وليه بتكلم تحديدا عن هذا القانون لأن القانون ده اشترط أن تكون مدة عقد الإيجار محددة لها بداية ولها نهاية في عقد الإيجار كان الأول السابق عقود الإيجار السابقة على العقد على القانون 4 لسنة 96 اللي هي كانت بتتكتب في ظل القانون 49 لسنة 77 أو القانون 136 لسنة 81 كانت بتتكتب مثلاً عقد الإيجار نيجي عند بند المدة نقول مثلاً تبدأ الإيجارة من واحد واحد 2019 مثلاً لغاية ينكتب لكلمة مشاهرة هذا الكلام كان مقبول قبل القانون 4 لسنة 96 يعني اللي يكتب في ظل هذا التوقيت أو في ظل العمل بالقانون 4 لسنة 96 كلمة مشاهرة ده خطأ قانوني وبالتالي يحق للمالك في عقود الإيجار اللي كتبت بعد ظهور القانون 4 لسنة 96 لو في عقد إيجار مكتوب في كلمة مشاهرة من حق المالك إنه يرفع دعوة طرد على المستأجر لانتهاء عقد الإيجار على اعتبار إن عقد الإيجار مدته شهر اللي هي فترة دفع القيمة الإيجارية ده لو كان بيدفع القيمة الإيجارية شهرياً بتاعت هذه السنة وبالتالي من كلمة مشاهرة دي هيعتبر عقد الإيجار مدته شهر وبالتالي يبقى من حق المالك إنه يرفع دعوة طرد لهذا المستأجر عشان عقد الإيجار بتاعه مكتوب مش تبقى القانون مش تبقى القانون 4 لسنة 96 مش محدد المدة ببداية ونهاية زي ما القانون أربعة لسنة ستة وتسعين قال فيجب أن يحدد مدة عقد الإيجار تحدد مدة عقد الإيجار ببداية التاريخ ونهاية التاريخ معنا اتصال أهلا ألو أيها فان لو سمحت كنت أعادة أسأل حضرتك على الزعالي فضالي فان دلوقتي أنا إحنا رحت تعقدت على ساقة والساقة ديت أنا دفعت فيها أربعة ألاف جنيه مؤدم بعد كده هو أني نفترفعي ألف وثلاثمائة جنيه لمدة سنة أي ناسي فانا دلوقتي فتخت العقد معاي يعني عقدت سعر وفسخت آه فسختت زي يعني هو هو دلوقتي الدنيا عنف ومثلين بس أي نعم نعم قال لي لا هو ده نظام لفدوط العقد بتاعي هو كده دحك علي ولا إيه يعني الدكي جزء من المؤدم وليس كل المؤدم آه قال لي هو ده نظام العقد اللي انت عدت معاه دلوقتي هو كده نصب علي ولا هو صح عازة أكت هو أبوصي طيب ماشي حاوليك حاضر إحنا ما نقدرش نقول طبعا حاضر 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 هي دفعت مؤدم أربع تلاف جنيه وأعتقد بتشتري شقة واتفقت على قصة 1600 جنيه شهريا تقريبا أو ربع سن أيا كان المهم مقصات 1600 وجات رجعت في كلامها وراحت للرجل عيت له ديني فلوسي أنا مش هتمم هذه العملية أو هذا التعاقد فالرجل ربما إدها جزء ووعدها يديها الجزء الآخر ماشي إحنا ما نقدرش نقول إن النصب عليك يا أختي برضو إحنا إيه؟ يعني في قانون وفي إجراءات تتخذ في حالة عدم التزامه أنت تعاقدتي ورجعت في التعاقد هل هذا التعاقد تقطع أو لازال قائم ولا تكتب فسخي لهذا التعاقد ولا التعامل بينك وبين هذا الرجل بطريقة ودية هو طبعا إنت معاكي أوراق كده تثبت اللي إنت بتقولي اللي هو العقد إن كان موجود يعني فإنت الراجل ده إدكي جزء من المؤدم بتاعك أنا نصحتي ليكي إنك تتابعي معاه لغة ما تاخدي المؤدم بتاعك وهو ما يعتبرش أنصب عليكي ولا حاجة وإن شاء الله تاخدي المؤدم بتاعك ما فيش مشكلة ما كانش كده في إجراءات قانونية ممكن تتخذ عشان تستردي هوك معنا اتصال محمد من القاهرة قبل تصلى فصل أو ده الميل جاء تصلى إذن فكلمة مشاهرة إحنا بننصح الناس إنها لا تستخدم في الوقت الحالي وهي قلت كتير جدا عن الأول بس عشان الناس تبقى فاهمة إن كلمة مشاهرة دي بيعتبر ساعتها العقد بتاع الإيجار مدته هو مدة سداد الأجرة فإن كان سد مدة سداد الأجرة شهرية فيبقى العقد مدته شهر إن كانت سنوية فيبقى العقد مدته سنة إن كانت ربع سنوية فيبقى العقد مدته ربع سنوية وبالتالي بعد انتهاء هذه المدة يحق لأي مالك يرفع دعوة إخلى أو طرد على هذا المستأجر لأن العقد بتاعه ما فيهوش بداية ونهاية مدة عقد الإيجارة لازم يبقى فيه تاريخ بداية لمدة الإيجارة ومدة نهاية لهذه الإيجارة تاريخ برضه عشان كده هروبا من ذلك فيه ناس تقولك مثلا أنا هروح أدفع مؤدم وأجر شقة وأدفع مؤدم كبير وعايز أكبر مدة ممكنة أستاذ عبد حميد من القاهرة تفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم حضرتك أنا مؤجر شقة لواحد وهو متزول ونخلفش مؤجر حضرتك مؤجر هل الحق الفتة بتاعته فقط الشقة مكددا بعد المنين انت مؤجر الشقة مش كده أيوة مؤجره هو توفى هو توفى وزوجته موجودة وليه أولاد ليه أولاد مالوش أولاد طيب هجاوبك حاضر أنا لسه دلوقتي كنت بشرح أن الزوجة بعد وفاة المستأجر الأصلي تعتبر من لهم الحق لامتداد عقد الإيجار وبالتالي بعد وفاة هذا المستأجر الأصلي إجابة على سؤال السائل من حق زوجته أن يمتدل عقد الإيجار وهي الملتزمة أمام القانون وأمام المالك المؤجر بسداد القيمة الإيجارية وإن لم تقم بسداد القيمة الإيجارية من حق المؤجر اللي هو المالك الأخ المتصل يتخذ عليها الإجراءات القانونية وإخلاء العين لعدم سداد هذه الأقر اتصالوا السيد علي أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام وبركاته أهلا بيه فضل فاني بيت شقة إيجار قديم أي اللي هو العودات المسلوحة أي فصاحب الشقة المؤجر المستأجر لا المؤجر المالك يعني المالك لا لا التاكر المستأجر آه توفاه الله توفاه الله تماما دلوقتي حاليا زوجته هي اللي منتفع للعين ومش منتفع لأفلاها وقعدت بيت ثاني ملك اليوم هم فأفلاها الفاضي بتدفع الإيجار؟ بتدفع الإيجار تماما ماشي حاضر فدلوقتي حاضرين هجدلوقتي وهم يا ربنا ما رجعهمش بأولاد يعني ففي حالة وفادي السيطة دي حد يوريس الشقة دي من هذا الإيجار برضو ولا يكون الفرعاد مفسور؟ حاضر حجوك حاضر مستأجر أصل برضو توفاه الله وزوجته اللي هي من حقها يمتدلها عقد الإيجار بس مش مقيمة في الشقة نرجع هنا اللسه كنت بتكلم فيه وبقول إقامة مدة سنة سبقة على تاريخ وفاة المستأجر الأصل فإن كانت هذه السيدة أو هذه الزوجة قعدة في مكان آخر في بيت تاني أو في شقة إيجار أخرى أو في منزل آخر أو أيا كان المهمة أفل هذه العين هي كده المستأجر الأصلي وممتدلها عقد الإيجار بقوة القانون طالما بتقوم بسداد القيمة الإيجارية هي بتسدد الإيجار خلاص مفيش مشكلة لكن بعد عمر طوليها وتوفاها الله والوضع على ما هو عليه كده أفل الشقة وبتدفع إيجارها بالتالي مفيش حد من أولادها يعتبر ممتدلوا عقد الإيجار بعد وفاةها ليه؟ عشان هؤلاء الأولاد ما أقاموش في هذه العين مدة سنة سابقة على تاريخ وفاتها اللي احنا بنتكلم فيه فالأولاد دول اللي هم مقيمين بره دلوقتي ومش موجودين بعد وفاة هذه السيدة بقول تانا هذه الزوجة يمتدلها عقد الإيجار وهي بتسدد الأجرة وهي قعدة في مكان تاني يجوز وموجودة وممتدلها عقد الإيجار ولكن بعد وفاتها ما كانش هو حد مقيم معاها دلعين كانت مغلقة وبالتالي هي مش موجودة ولا حد كان مقيم معاها يبقى الشرط بتاع السنة السابقة على تاريخ الوفاة غير متوفر وبالتالي عقد الإيجار لا يمتد للأولاد حتى لو رجعوا بعد وفات والدتهم مجوم قعدوا في هذه الشقة دي الإجابة على سؤال المتصف قانون إيجار الأماكن كان واضح وصريح جدا برضو في جزئية مهمة جدا يهمني الناس تبعارفها طيب نشوف اتصال قبل ما نتكلم في حالات طرد أو الإخلاء عمر من القاهرة طيب هنتكلم عن حالات الطرد أو الإخلاء من العين المستأجرة اللي أوجبها القانون وحددها القانون يعني إمتى يحق للمالك أو المؤجر طرد المستأجر والحالات دي حددها قوارين إيجار الأماكن على سبيل الحاص يعني هي حالات متحددة ومذكورة ومعروفة هذه الحالات طوافر أي حالة منها بيد الحق للمالك يجري على طول يرفع دعوة بطرد هذا المستأجر إيه هي الحالات دي اللي حديدها القانون أولا والمشاع والمتعرف عليه مستأجر لا يدفع الأجر يعني واحد قاعد في الشقة بيدفعش الإيجار من حق المالك ترده أدي حالة من الحالات بتاع الطرد المستأجر حالة أخرى لو جي المستأجر ده عمل تغيير أو هدم في بناء الشقة أو تعديلات تضر بسلامة المبنى أو سلامة العقار دي حالة بتدي الحق للمالك طرمه ما اتخدش منه موافقة بهذه التغييرات وهذا الهدم اللي قد يضر بسلامة العقار أنه يرفع دعوة لطرد هذا المستأجر ولكن ولكن وبتكلم وأقول ولكن دي مشروطة أن يكون هناك حكم قضاء نهائي ثابت لهذا الكلام بمعنى إيه بمعنى أنه لازم يكون في حكم قضاء صدر قال أن هذا المستأجر عمل أبنية أو هدم أو غير وعمل حاجات من شأنها أن تهدد المبنى حكم القضاء ده يدي الحق للمالك أنه هو يعمل دعوة طرد لهذا السبب أهلا وسهلا اتصال مين معنا أهلا أهلا إيمان أهلا إيمان أهلا إيمان الوقت أنا مؤجرة أيوة إيمان معاك تفضلي أنا مؤجرة في الجمالية ده أهلية آه فالطالب أنت مؤجرة ماش حاول تصل بنا تاني يا إيمان يبا إحنا نتكلم في حالات اللي بتدي الحق للمالك يرفع دعوة طرد على المستأجر عدم سداده للأجرة تغيير هذا المستأجر للعين بالهدم أو بالبناء أو بأي إجراء دون موافقة المؤجر أو المالك وهذه الأبنية أو الهدم أو التغيير بيدر بسلامة المبنى أو بيعرضه للخطر أو بسلامة العقار ولازم يكون حكم نهائي قضائي بيثبت هذا الكلام عشان يدي حق للمالك أن يرفع دعوة طرد لهذا المستأجر اللي عمل هذا الكلام حالة أخرى من حالات اللي حددها القانون برضو بيحق فيها للمالك طرد المستأجر وهي حالة التأجير من الباطن دون موافقة المالك أو دون موافقة المؤجر فأي مستأجر مأجر العين حاول أنه هو يأجرها للآخر أو يتنازل عنها دون الرجوع وموافقة المالك المؤجر ده بيد الحق تبقى القانون لهذا المالك أو المؤجر أن يرفع دعوة يطرد فيها هذا المستأجر لأنه قام بتأجير العين المستأجرة من الباطن دون أخذ موافقة كتابية من المؤجر الحالة الرابعة بقى ودي برضو قبل ما أقولها عشان يبقى الكل واعي لازم يكون هناك حكم قضائي نهائي ليثبت هذا الكلام ألا وهي أن المستأجر يكون بيستخدم العين المستأجرة في أعمال منافية للأداب العام أنا أجرت شقة والشقة دي استغلتها في أعمال منافية للأداب العام المالك علم أو حس أو شاف أو ألول أو أيا كان هذا لا يكفي لازم يصدر حكم قضاء نهائي يثبت بي إذا أنت أنا كمستأجر أن أنا باستغل هذه العين المستأجرة في أعمال منافية للأداب العام هذا الحكم القضاء النهائي لما يصدر علي يتخذه المالك سند قانوني يبحلو أنه هو يرفع دعوة طرط على هذا المستأجر اللي ثبت بحكم قضاء نهائي أنه بيستخدم العين في الأعمال المنافية للأداب العام إذن هم دول الحالات الأربع اللي حديدهم القانون اللي بيدوا الحق للمالك فيهم أنه هو يطرد المستأجر إذا حالة منهم طافرت طيب أهمهم أهمهم حالة عدم سداد الأجرة سريعاً أنا نتكلم عن حالة عدم سداد الأجرة وده الشائع دايماً المستأجر لما بيتأخر عن دفع سداد الأجرة فيه إجراءات يجب على المالك أنه يعملها أنه هو الأول لازم ينزره على يد محضر بإنذار بالأشهر المتأخرة عليه اسمه إنذار تكليف بالوفاء إنذار تكليف بالوفاء أنا مأجر شقة وعدت شهر أو اثنين أو ثلاثة ما بدفعش الإيجار وبالتالي المالك من حقه يبعث الإنذار على يد محضر الإنذار ده اسمه إنذار تكليف بالوفاء بيقول فيه في خلال 15 يوم تدفع الأجرة المتأخرة عليك من تاريخ وصول هذا الإنذار لك لو أنا ما دفعتش الأجرة المتأخرة علي بموجب هذا الإنذار يحق بعد مرور 15 يوم من تاريخ وصول الإنذار لي للمالك إنه هو يرفع دعوة إخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية الأجرة والدعوة بتتدول في المحكمة وإذا ثبت للمحكمة بعد تأديم الإنذار تكليف بالوفاء اللي بعته المالك والمستأجر ما دفعش أن هذا المستأجر ما بيدفعش الأجرة طبيعي جدا المحكمة تحكم بإخلاء العين المستأجرة لعدم سداد القيمة الإيجارية الكلام في قوانين الإيجارات كتير جدا وما بيخلص والنهاردة على قد مقدر استعرضت بعض النقاط والحالات الهامة في قانون إيجار الأماكن ولكن للحديث بقية إن شاء الله في حلقات أخرى هنتكلم كتير جدا عن قوانين إيجار الأماكن والقانون الجديد حين ظهره هنقوم بشرحه وتوجيه الناس ونفهمهم بيقول إيه هذا القانون وإن شاء الله نتقابل الأسبوع القادم في العشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة